في هذه الأمسية إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم على موضوع من أهم المواضيع التي تتعلق بالنفس والتي هي من المواضيع التي لا يجوز لا يجوز أن نغفى لا عنها هو موضوع التزكية تزكية النفوس وتزكية النفس أخواني الكرام هو الموضوع الذي علق الله سبحانه وتعالى عليه نجاح الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي الحياة الدنيا تكون له الحياة الطيبة التي يعيش بها فراها وفي الحياة الآخرة يكون له الفلاح الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الفلاح معلق بتزكية النفس من زك نفسه من نقى نفسه من هذب نفسه من طهر نفسه سيكون من المفلحين ومن دساها وغفل عنها فإنه سيكون من الخاسرين نسأل الله السلامة والعافية وأما في الدنيا كما قلنا يقول الله تبارك وتعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة وكل واحد فينا ويبحث عن هذه السعادة في الدنيا وفي الآخرة ولهذا احنا اليوم لو كان نشوف الصحابة رضي الله عنهم وهم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الظروف التي كانوا يعيشون فيها هي ظروف قسية من حيث المعيشة المعيشة التي كانوا يعيشونها احنا ما زال مش هنا هاش هذه المعيشة ابدا فما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسرة شاعير في حياته ابدا عمره النبي عليه الصلاة والسلام محكم مرسو خبز وشبع عمره في حياته عشبعنا هنا شبعنا كثيرا يعني والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجد ما يلبسه والصحابة رضي الله عنهم كثير منهم كانوا يغطون من عوراتهم من تحت ولا يجدون ما يلبسونهم من أرديتهم من فوق ما عندهم شي كما نقوله احنا الطرس عايش حياته ما عندوش بش يغط يروحوا من فوق ما عندوش وهذه الحالة التي كانوا يعيشون فيها اذا رأينا من نحية المادية كيف كانوا يعيشون كيف كانوا يسكنون ماذا كانوا يفترشون هذه الحياة لم تمنع لم تمنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحكوا حتى تبدو نواجدهم وكانوا يتمزحون فيما بينهم ويلعبون فيما بينهم ويمرحون ويعيشون حياة سعيدة هذه الحياة دل ذلك على أنها لا ترتبط بماده لا ترتبط بالماديات نحن اليوم بحثنا عن السعادة والحياة الطيبة في الحياة المادية فلم نجدها وما ازداد الإنسان إلا بؤسا وتعاسة مدام يعيش في بعد عن الله تبارك وتعالى إذن هناك موضوع التزكية الذي لا يجوز لإنسان أن يغفل عنه موضوع تزكية النفس الذي ربط الله تبارك وتعالى به الفلاح والذي هو أساس دعوة الأنبياء الأنبياء جاء ربي بعثهم كي جاءوا عندنا وش جاءوا يعملون جاءوا يزكيوا الناس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة إذن وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذن من دون تزكية من دون علم نحن نعيش في ضلال مبين إذن الإنسان لم ينهض بنفسه ويزكيها ما معنى هذه التزكية ما معنى أن يزكي الإنسان نفسه تزكية النفس هي تطهيرها وتنقيتها ومحاسبتها وتهذيبها لا بد على كل واحد فينا أن يطهر نفسه وأن يظهر عيبها بينه وبين نفسه وأن يزكيها وأن يهذبها من قادته نفسه قادته إلى النار ومن قاد نفسه قادها إلى الجنة إذا كنت أنت القائد فالمصير هو الجنة وإذا كانت هي التي تقودك فالمصير هو النار نسأل الله عافينا ويعافيك ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده كلام يقوله وهو الدعاء في بداية خطبه يقول في خطبة الحاجة ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فالإنسان إذا كان عنده نفسه التي بين جنبيه هي التي إن قادته أهلكته فيجب عليه أن ينتبه إليها لأنها أقرب عدو إليه أقرب عدو إليك هو نفسك التي بين جنبيك وإذا زادت توافق معها إبليس والدنيا وأصدقاء السوء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يروح الإنسان في مهلك كما هو شأن كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية هذه التزكية هي أنك تنتبه إلى النفس تاك وتنظفها وتنقيها وتهذبها وتوجهها وترشيدها تعيضها أحيانا وتشجعها أحيانا تشعر أنك إنسانه عايش في ذاتك الداخل فتتعامل معه ولا تسوقك هذه النفس إلى الهوى لأنك إنس عايش نفسه يقولك أنا نحب هكذا أنا نحب نأكل هذيك أنا نحب نروح لهيه أنا نحب نعيش هذيك أنا ندير هكذا أنا نفسي ما نحبش نروح لهيك أنا هذيك ما نحملهاش أنا نحمل هذيك شكونا ويدير لك هذا نفسك نفسك ما ليش نتكلم عن الأذواق والألوان والمباحات أنا نتكلم فيما يخص الحلل والحرام كان بعض الناس يقولك أنا ما نقدرش أنا غير الصبح ما تهدر ليش يعني كان النفس راي تتحكم النفس راي تتحكم يقولك غير الصبح سؤالت صبح أنا ما تقول ليش أنا نصلي بساحة دي تعروح الجامعة ولا تجيني تقيلها النفس راي هي تحكمت تحكمت النفس هنا أنت في خطر عندما تجد نفسك تمشي عكس لاتجاه الذي طلبه الله منك فاعلم أن النفس هي التي ساقطك إليه رك واقع في شرور أنفسنا رك واقع فيها شرور أنفسنا إذن مدامة النفس هي أقرب عدو لازم نعرفه كذلك الصفة التاحة الثانية وشن هي هي أخطر عدو أخطر عدو لذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو دعو يقول أعوذ بك من شر نفسي من شر نفسي ومن شر مني يعني من شر النفس التاعي لأن النفس هذه أمر خافي ما كش تشوف فيها أنت ولا تسمع صوت ما كش تسمع صوت في نفسك للداخل ما كش تسمع واحد يقول لك نروح نديروا هذه الحاجة الحرام ما كاش الصوت وإنما كان حاجة رهي تدفع بك وزيد على ذلك تختلط النفس بالقلب الذي هو السلطان ذاتك مش كونه ولي تحكم فيك أنت القلب والعقل قائد العقل قائد وهو ممحص والقلب مفكر ويشعر القلب يحب ويكره حنا وين مكان الحب انتعنا والكراهية والبغض والولاء والبراء في قلوبنا من هنو اللي احنا نكره الخمر نكره الفاحشة نكره الخنزير نكره الربا نكره الرشوة وفي نفس الوقت نحب الصلاة نحب السنة نحب التوحيد نحب الله هذه اللي تكره وتحب وين موجودة في قلوبنا ومنها تولي عندك حركة لأن السلطان اللي هو عندك هو يحب يحب الصلاة لذلك أنت غير قد المؤدن تنود تروح تصليه فالليل تنود وحدك من النوم والنفس يتقول لك نام فراش لطيف وحنانة ودفء الفراش ومع ذلك أنت تقوم وتكسر كل هذا وتقوم وتصليه ركعات في الليل مشى القلب عكس النفس النفس لا تطلب لك أبدا النفس لا تكون النفس على قول العلماء أنها أحيانا تتحول إلى نفس لوامة يعني تلوم صاحبها على الخير على عدم فعل الخير مثلا فهذا قليل هذا يعني هذا معنى أنه صار قلب القلب هو النفس الآن ولكن عادة النفس هي ما ترغب فيه الدواخلنا من الأشياء ولا ترغب يعني تأخذك تديك أشياء معينة صح القلب لا القلب سلطان إذا القلب صار تحت قيادة أو تحت أوامر وإرشاد العقل صار الإنسان عاقلا يضبط أموره ويسير وفق المنهج الرباني ولذلك الآن نحن عندنا شهوات وعندنا عقول والبهيمة عندها عقل وما عندها شهوة والبلهيمة عندها شهوة وما عندها عقل والملائكة عندها عقل وما عندها شهوة ومن فينا غلبت شهوته عقله صار كالبهيمة أو أقل أولئك هم شر البرية يعني شر الخليقة شر من البهيمة ربي قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لماذا؟ لأنهم جعلوا نفوسهم وشهواتهم أولى من عقولهم والذي تحكم وكان يقود في هذا الإنسان الذي تحول إلى مرحلة ما تحت البهيمية سبب ذلك هو أن هذا الإنسان كانت تسوقه نفسه الأمارة بسوء وأما الإنسان الذي يسوقه عقله فهذا يرتقي إلى مقام عظيم يرتقي إلى مقام أعلى من مقام الملائكة قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة أو خير البريئة يعني خير الخليقة ولذلك الإنسان إذا تمثل في صورة العاقل الذي يتمسك في نفسه ويقضي على شهواته ويهذبها ويضعها في الحلال هذا حقيقة سيتحول إلى مرحلة أو مكانة عالية جدا عند الله تبارك وتعالى فنحن الآن كما يقولوا رهان نفوسنا هذه النفوس التي بين جبينا هي التي تأخذنا إلى الخير أو الشر ونحن الآن بحسب حالنا مع هذه المعركة معركة مع نفسنا إن نوفقنا وقدناها إلى الخير فإننا على خير عظيم ولكن المصيبة في النفس أنها تنطبيع على أشياء كأن النفس هذه وش الدير تسوقك إلى معصية أو إلى عادق بها حتى تولي المعصية طبعا فيك وهذا من يقول العلماء هذا من أخبة ما يساق إليه الإنسان من طرف نفسه يعني يقول للإنسان يدير معاصي احنا عندنا أحوال عندنا أحوال فينا كاين إنسان يدير معاصية يعني في الجهة المعصية عندنا أحوال كاين إنسان يدير المعصية والمعصية عنده عارضة شمعتها عارضة؟ عندها دارها مرات جاءت فرصة دار معصية وهذا مذنب لا يحتاج إلا إلى إلى توبة فقط ويتوب إلى الله عز وجل والمعصية هذه مرت تراحت وبقيت النفس تكتوي من ألمها وتركها الإنسان ومضى هذه معصية وذنب يدنيبه الإنسان على وجه أنه عارض فقط مر عليك مرور جاز عليك خطراتها تقدر تعصي ربي بأشياء وهذه المعصية هذه أسهل مش معتها مليحة ولكن أسهل بالنسبة للحالات الأخرى وكين حالة ثانية وشن هي؟ أن يستديم الإنسان المعصية يداوم عليها ويبقى دائما هذه المعصية فيه مثل الناس الذين هم مدمنين على الخمور المخدرات المخدرات الإنسان الذي هو مدمن على العلاقات الشرعية والفاحشة هذا الإدمان اللي نسموه إحنا مرحلة الإدمان هذه مرحلة خطيرة والإدمان ليس فقط في الحبوب المهلوسة أو في الحشيش أو مثلا يكون الإدمان في أشياء هي عبارة عن معاصي معروفة عند الناس نسميها بالإدمان مثل الخمر مثلا وإنما هناك إدمان النظر إدمان النظر في الفساد في العري في الإفلام التي تسمى إباحية هي الإفلام الخليعة إدمان كبير جدا هناك إدمان ما نسميه نحن إدمان إضاعة الوقت في الهواتف هذه يأخذها الإنسان كالصنم لما ترى الناس جماعة الأصل أنهم يتكلمون فيما بينهم ويلتقي الناس في عرس ولا في جنازة ويلتقي وناس ربما عندهم أكثر من عشر سنوات ما تشوفوش وكل واحد هكذا ما يزيدلوش فقوش رأك الأباس بخير هذه غيبة وبعد هكذا يعني كلامة كاش لا يصدقوا على الناس إذا رأيتهم وهم منهم يكون في الهواتف إلا أن تقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني غير إلا هذه الكلمة لماذا لأنها صارت كالصنم ولت إدمان ما يقدرش الإنسان واحد يتكلم هو يدير حتى وصل للحال إلى أن الناس اليوم في جمعات والإمام يخطب مش يدرس يخطب الإمام تجد الناس اليوم يجبدوا تليفون ما يقدرش ما قدرش ينتظر حتى بعد الجمعة لازم يجبت وكأين الإنسان الذي يدمنه على الألعاب الألعاب كبير وسغير نساء الله سلامه والعافية هذا الإدمان على الألعاب الإدمان مش الألعاب مش الألعاب لازم تعلمون فهموك لهم الناس مش حرام تلعب كين ألعاب حرام كين ألعاب حلال الألعاب لي حلال كي تولي لك إدمان تولي حرام الألعاب لي هي حلال حلال بس أنت تولي عندك دين بالنسبة لك تولي هي هدك ودينك وش معنطها دينك؟ معنطها ديدانك تلعب تلعب الصباح وعشية وعايش من أجل اللعب وتلعب وتلعب وإذا هدرت تحكي تحكي عن اللعب فقط مثل أصحاب الكرة الذين ليس لهم كلام إلا على الكرة دين تاعوا الكرة خلاص دين تاعوا حلال تلعب حلال تلعب ماشي مشكلة وحلال أنك بلك تشوف ما تشوف قدامك هكذا تتمتع حلال ماشي مشكلة بس أحكون أن يرجع هذا عادة فيك وتولي الدين تاعك هذا هو ديدانك غير تتلقى وش داره وش حال داره لعبوه ملعبوش عبك حيلعب عامدك ماشي لعب هذا حياتك هكذا إلا ولت حياتك هذه فالحرام راكت دور لأن الإنسان راح يولي مضيع حياته فحسبتم أنما خلقناكم عابثا وأنكم إلينا ترجعون تعرفوا أهل النار يقال لهم يوم القيامة قال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وربي الذم الناس الذين اتخذوا حياتهم لهوا ولعبا قال اقتربا للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون يعني غفلة غفلة عظيمة ولا يوجد غفلة مثل ما تدخل أنت من باب المباح فتجعل ذلك المباح إدمانا هذا نوع من إدمان هذه المعصية من أخطر المعاصي وجل الذين ختم لهم بالسوء سببهم ماذا سببهم أنهم التزموا هذه المعاصي على مدى الحياة خداوها ما قدرش بطلها مثل السجارة مثلا إدمانا على السجارة هذه من أخطر المعاصي أنا أني صنفنك أنواع العصات قلت لك اللول وهذا أخفهم ونحن كلنا واقعون في ذلك نسأل الله يعفو عننا ويغفرنا يجوز على الإنسان معصيا يعصي ربي سبحانه وتعالى مرة بلمسة ومرة بنذرة ومرة يسمح حاجة حرام ومرة بغيبة ومرة بنميمة ومرة بأكل حرام كل خطرة يغلط ويعاودي مستفر الله وتوب إليه خلاص كده عادي هذا الإنسان يقدر يعاودي يرجع روحه بسهولة لماذا؟ لأنه ما عندوش معصية معينة ومعلق بيها قادر في رحضة من اللحظات كي ما نقوله إحنا يعبز القفلين ساهم كامل منحيهم كامل من الطريق ويتوب إلى الله وبعد الزاد غلط يزيد يقدر يعاودي أولي ماشي مشكلة وراه ماشي مع ربي سبحانه وتعالى في طريق مليح بالصحة الآخر لا الإدمان واعر هو سهل لك الإنسان يجاهد نفسه يقدر يتخلص منه المصيبة في الإدمان أنه يغير الطباعة ويخلي الإنسان يبعد علي الله كل يوم هذا كولي قال ونعود بالله من سيئات أعمالنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ابن القيم رحمه الله قال سيئات العمل وش معناتها؟ سيئات العمل علىها قال هكذا من سيئات أعمالنا قال كين واحدة سيئات ديرهم الإنسان وبعده وش يدير ما يستغفرش ما يتوبش وبعدها هذك سيئة كي ما تتوبش تكتب الملك الملك يرفع يده عن الإنسان إذا أخطأ ست ساعات فإن تاب ما يكتبهاش وإن لم يتوب كتبها المعصية تكتب سيئة هذك الإنسان موش سمع لا بالملك لا بالكتابة لا بالاستغفال خلاص إدمان وش يقولي الإدمان الإدمان يقولي عنده تزايد في استهلاك هذك شيئا أو في الإدمان في النظر أو في الألعاب أو في الدخان أو في أي حاجة من هذه الأشياء الدخان الشم هذه الأشياء هذه عبارة عن معاصي تكبر مع الإنسان هذه الخطر التحام هذه غالبا تلقى الإنسان هذك ماته هذه المعصية نسأل الله السلامة والعافية علىه لأنه عاش بيها والخواتيم يقول العلماء علمت الناس التجربة أن الخواتيم إنما تكون بحسب ما يدمن عليه الإنسان أو ما يكنه نسأل الله يصلح على نيتنا وسرائرنا يعني كان الناس عندهم الداخل داخل قلوبهم فيهم المرض نسأل الله السلامة والعافية هذا المرض هذاك حتى ولو خباه الإنسان يبقى مدام مع الجوش أو مريض الداخل يخرج في يوم من الأيام ويموت به وهذه مصيبة إن الرجل لا يعملوا بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر خلاصه وقريب يموت وخدم بخدمات أهل الجنة واش من حج واش من عمره واش من صلاة واش من أذكار واش من صيام واش من قراءة قرآن خير كبير ومن بعدها في الدقيقة الأخرى يخرج عن الدين يخرج يعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيكون من أهلها نسأل الله السلامة والعافية حياته قاهوة في العبادة وبعدها هذه تخوف تخوف الله يصلح حالنا وهذا الإنسان نوع من الناس هذا يقول العلماء في الرواية فيما يظهر للناس وإلا فهو في نفسه الداخل كان الخبط نسأل الله السلامة والعافية وهذا من أعظم الأشياء الموجودة في الإنسان التي تجعله يموت على خاتمة سيئة وكاين من يدمن على الحاجة يدمن ودرك الآن احنا راني نشوفوا الخواتيم نشوفوا فيما نرها يعني الحساب بتاع الناس بينهم بين مولاهم ما نقضوش يتحكموا نسأل الله يعفو عننا وعن إخواننا جميعا حتى لي ماتوا شاربين ربي يغفر لهم يعني ما نتمنوش احنا كيدخلوا إنسان للنار ما ناش نتمتعوه ما نتمتعوش ما دا بين الناس كامل تخل الجنة الجنة راهي واسعة وربي يخلق لها ناس جدد يوم القيامة يعني ما كاش فيها الأخر ما يلحقش ما كاش نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من ساكنيها كي النوع من الناس هذا الإنسان ماذا يفعل يعني يكون عنده في نفسه إدمان على عامل معين ويحبه ويعيش به تلقاه إنسان مدمن على الخمر مدمن على الدخان مدمن على المهلوسات مدمن على حب النساء والعيش في الفاحشة مدمن على الفساد والنظر في الإباحيات والأفلام الخليعة مدمن على الغناء الصهارات يتلقاه إما يسمع الغناء أو مغني أو غير ذلك فتجده هذا الإنسان يموت نساء الله السلام والعافية على تلك الحال وأنا أذكر كم من إنسان من هذا الفنانين مساكن يكبر يكبر في السن ويبقوا جلساء السوء يتبعوا فيه يعني وهو في المستشفى يموت في أيامه الآخرة ويحط له الميكروفون يقولون نغني 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 هذه المشهورات غنيها غنيها حبين يموت على هذه الحالة ولو كان قل قل لا إله لله قلوا قل لا إله لله يعني تخرج منه الغناء وحتى هو مسكن رح يموت بيش تعرف بالله هؤلاء الناس ليسوا إلا جلساء سوء نساء الله السلام والعافية يقدر يسمي روحه إعلامي بين قوسين بسحة الإعلامي من هذا النوع هذا نوع خبيث يتبعك حتى الأخر مثله كمثل جلساء أبي طالب اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قل لا إله لله كلمة أشفع لك بها عند ربي أصحابه قالوا بل على ملة عبد المطالب ونكاد نجزم أنه كان أبو طالب بلك وحده مع النبي عليه الصلاة والسلام لو يقول لا إله لله ولكن كانوا جلساء السوء قالوا بل على ملة عبد المطالب كم راحوا من الناس من الإعلاميين ومشو المستشفيات والمغنياء قلوا لها غني لها غني لها تشوف الغنيات لك مسكينها غنات وماتت علىها تروحوا وهي مريضة من أخلاص عارفين بل يحتموت بيش تعرف بالإنسان لابد عليه أن يختار المحيط التاع الذي يعيش فيه حتى لا يجد بعد ذلك فسادا يفسقه إلى نار جهنم هذا النفس هذه النفس النفس قد تأخذ بك في خطر وتجعل لك حياتك مبنية على إدمان شي هذا كله فساد تعرفوا أننا لو كنا نحيو هذا هذا مش ما أعتني يقول لك نحيه أنا نستفادوا منه إحنا هذا لو كان زعمات نحيه عاود رجع اللور أرجع لتسعينيات وثمانينيات وجلس برا وروح عيش حياتك العادية تلقى روحك تعصي يا ربي ولكن عدد المعاصي قليل لأن المعاصي ما هيش مسخرت لك مليح كانوا الناس في ثمانينيات وش نشفاوا عليهم إحنا كانوا الناس يحبوا يشوفوا أفلام يشوفوا كذا ما عندوش ما عندوش بش يشوف ما كاش يعني الإنسان اللي عنده لكتور فيديو هادك قليل بش تقع واحد عنده والأفلام بش تلقى فيلم تشوفه ولا ما كاش أصلا والإيضاء على كينة وحدة قانة وحدة في الجزائر قانة وحدة تفتحها الخمسة عشرية ولا قع الحداش ما كاش يعني ما كاش ما كاش وش تشوف أصلا بش يعني تحب تعصي ربي ما كاش يعني الناس يقدر يكابتوا في اسبانيا ويقدر يحبوا يشوفوا يحبوا يشوفوا الأمور التي تشتهيها أنفسهم من النساء العاريات كذا ولكن شي صعب جدا بالنسبة للناس يتعبوا تتعب بش تعصي ربي وفي الخارج البنات مش هي أي وحدة تغير تتكلم معها أو تعاكسها كانت حر ما عند الناس موجودة فالإنسان لما يخرج قل لا ما تلقاه بش يحب لكن يحب يعصي بش يحب يعصي ربي لازم له مكان معين وجمعة معينة ويتعب بش يقول يعصي ربي يتعب فكان المحيط متعب للمعصية فإذا عصى الواحد فينا ربه صارت المعصية محسوبة عنده محسوبة يحسبها يقول كان اليوم درتها ديك ودرتها ديك ولكن إذا كان الإنسان الآن في هذا الجوال هذا الهاتف هذا كيف يفتح يبدأ يطلع ويطلع رقصة وغنية وفضيحة وغيبة ونميمة واستهزاء وأحيانا حتى استهزاء بدين الله ويشوف يشوف يشوف يحسش يرعب لأيه يا سيفي ربي والعدد انتع المعاصي كثير وكثير جدا جدا والمحسوبة الذين هم عصات مدمنون الخطر في إدمانهم أن القلب يموت وأن الخاتمة في محل خطر الخاتمة تعالى إنسان في محل خطر هذا النوع التالي من المدمنين من العصات النوع الثالث والعياذ بالله هو نوع يشبه قارون ويشبه هامان ويشبه النمرود ويشبه من يشبه فرعون هذا النوع من الناس عصيانهم طغيانهم يعني من كترة المعصية راح يتلبس بأشياء يتولي فيه صفات عنده صفة الكبر عنده صفة يعني يتكبر صفة الحسد هذا يقول لي ما فيش معصية يقول لي فيه أكتر من المعصية تولي فيه صفات لازمة فيها إنسان كين بعض الناس يكره السنة يكره أهل المسجد يكره الأذان كين ناس ميحبش الأذان كين ناس يشكي بالأذان يشكي بالأذان كين ناس ميحبوش المساجد علاش تبنى المساجد علاها غير المسجد هنا مسجد هنا علاها المساجد يعني هذا هو همه الوحيد همه الوحيد كين تبنى المسجد تعالجزائر هو يتكلم علاها بنيته ومسجد مادرتوش يقدرون ابنوش حال من مستشفى وفي الملاعب علامة لمتكلمتش في الملاعب كيف بنقول الملاعب علامة telefon لمتكلمتش علامة كلمت غير في المسجد فقط يعني يجاك المسجد فقط هو لي مشكلة يعني دراهم ضاعوا في المسجد فقط يعني أنا بغض النظرة الآن على المسجد تقويم المسجد أنا نتكلمو احنا على قضية لماذا الناس يصيروا بعد ذلك لا يطعنون إلا في شيء من هذه الأمور هذه هاي الناس كاي الناس تكلموا حتى في الكباش جزيريين كنا قديما نرد على من نرد على ممثلة فاسقة من إسبانيا تتكلم على المسلمين عندما ينحارون الكباش في يوم العيد الأضحى وتقول هذا ما فيهم وضد الحيوان وكذا 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 وقدمت شكاوى في محكامة الجنائية ضد المسلمين لأنهم يذبحون الحيوانات في يوم عيد الأضحى مجرمين واللينا مجرمين هناك من الناس الآن هلكت وراحت هذا المرأة الفاسدة ولكن خرجوا أفراخة أفراخة من بني جلدتنا الناس وممكن تلقى يصلي الإنسان هذا ويقول لك ليحبي يحجي يحجهنا وليحبي يدبح أنا خير من لي يدبح منهم فقارة على الحيوانات المساكن ومن بعدها لما يشوف الناس تموت تموت الناس أكتر من الكيباش في العيد لما يشوفهم لا يتحركوا يعني لسانه بشي ولما يشوف التبذير موجود في المطربين وفي المغنيين وفي الحفلات والمهرجانات لا يتكلم ولا يتحرك ما دبط ما تحركتش لتما هذا دليل على أنك لات ما وش بيك هذا شي هذا انت ما بيكش هذه وهذه وهذه انت بيك أن الدين هذا تدس سريرة في نفسك خبيثة تكره الدين هذا ما كان وهكذا كثير من الناس هذا النوع من الناس يخاف الإنسان عليهم أن يتحولوا إلى أعداء الله يقول لي عدو تعربي سبحانه وتعالى وهذا خطير جدا هذا النوع من الناس يتلبسون بنفاق لمحالة لهم نفاق وقد يكونون من المنافقين والله عز وجل العليم بالسرائر هذا النفاق هو أعلى درجات الفسد في النفس شفت النفس تعالى وانت سوقنا معصية إدمان ومعدي يقولي الإنسان متلبس بالمعصية صفة يتحلاها يلبسها تقولي صفته هذيك هي طغيان كره للمسلمين يكره السنة يحاربها يحارب المسلمين يكره الناس على المسجد يكره المساجد يكره الأذان هذا كله يشوف الحجاب يكره يعني دائما عينه تنتقد إلا إذا شوف حجاب ولا إنسان باللحية ولا شوف الأذان ولا شوف المسجد ولا أي حاجة مباشرة هذا الإنسان تلقى ينتقد هذا الأمر هذا وهذا النوع من الناس والعياذ بالله هذا لا شك أن النفاق قد استحكم في نفوسهم وهؤلاء من أخطر من ساقتهم أنفسهم إلى الهلك هذه هي خطورة النفس النفس التي هي تأمر بالسوء وقال عنها الله عز وجل أمارة بالسوء وش معنتها أمارة؟ على وزن فعالة هذه على وزن أمارة هذه على وزن فعالة هذه أمارة معنتها كثيرة كثيرة الأمر بسوء تكتر هذه النفس هذه دائما تكتر أن تأمر الإنسان بسوء ولهذا يجب على النفس أن تكون لها حراسة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون لها واعظ الله قال واعظ الله القرآن يكون عنده حراسة الإنسان في نفسه ولهذا رب عز وجل أعطنا خلاصة الحياة قالنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كيف نزكي هذه النفس؟ أول حاجة لا بد من المحاسبة لا بد من المحاسبة بس صحي المحاسبة خطأ ليقول أن المحاسبة هي أول نقطة نتكلم عليها خطأ خطأ كثير من الناس يقول لك كيف نزكي أنفسنا أول شيء المحاسبة لا خطأ كيفش الإنسان يحاسبه وما عمش يحسب أنت كيفش تحسب نفسك وانت نطعش تحسب منين نجيب المحاسبة محاسبة وش معتها هذه حاجة مليحة وهذه حاجة قبيحة هذه الحاجة مليحية نفسي زيدي ديرها ركي مليحة فيها وهذه الحاجة هي نفسي ركي قبيحة فيها ما زيديش ديرها بصرح أنت منين جبتها بللي هذه قبيحة وهذه مليحة بالعلم العلم أول حاجة أول حاجة في حياتنا هو العلم ولازم أن نحيه الفكرة كي نقوله كلمة العلم لازم أن نحيه الفكرة أنك تتصور روحك حاكم كتاب فاتح كتاب وتقرن بعد تقول لنا بصرحانا ما عاش نقرأ العاون والكتاب نحي هذه الفكرة من رأسك العلم ما وش بديك الصورة التي صورت لنا عبر أزميناتين طويلة العلم هو السماع ابتداء والعلم هو حضور حلقات الذكر ابتداء والعلم هو أن نتر أقل العلم أقل العلم وشهنا هو في حياتنا المسلمين مكيش واحد مش يطالب علم في المسلمين أقل شيء في حياتنا أقل العلم هو حضور خطبة الجمعة تحتها ممنوع تحت خطبة الجمعة ما حضرتش الدرس اللي أقول كين درس بالسبت ما جيش والحد ما جيش والثلاثة والاربعة والخميس الجمعة ما تقدرش ما تجيش لذلك قال الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ممنوع تريح حتى عندي شون حالك ربي سبحانه وتعالى ومن ترك ثلاث جمع ثلاث جمعات طبع الله على قلبه من غير يعذر طبع الله على قلبه علش لأن خلاص الحق هذا الإنسان إلى مستوى تموت به النفس تموت النفس على الإنسان خلاص يموت ما تموت إيماني كل إنسان الذي نوقف التنفس عليه وشي صرى له الإنسان ندخله الداخل الماء يقول لي ما تنفسش اختعنا عليها الأكسجين هذا الإنسان اختعنا عليها التنفس وشي صرى له ولا الإنسان هذا عنده أربع دقائق في يدو ربعة دقائق لو كان يلحق ربعة دقائق راح يموت موت كلينيكي يموت موت كلينيكي يعني بينه وبينه واش كتب له الله تبارك وتعالى وللحق ستة دقائق مئة بالمئة ميت لأن الدماغ راح ما يلحقوش الهواء كي ما يلحقوش الوكسيجان ما يتنفسش الدماغ خلاص توقف عنه مات الإنسان يعني احنا الإنسان هدان قولوا له ما تزيش فوق ربعة دقائق ربعة دقائق بزاف عليك الإنسان العادي نتكلمه يعني خلاص ربعة دقائق بزاف عليك يعني تحت ربعة دقائق أو فوق ربعة دقائق راح تموت نفس الشي الإنسان قولوا ثلاث جمعات راح تموت هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تموت موت إيماني والأخر يموت موت حقيقي جسماني إذن احنا عندنا الآن هذا العلم اللي نقول لك عليه هنا هو أن تحضره مع الصالحين شفت كي تصاحب ناس طيبين شفت كي يكون عندك واحد صاحبك تكمل العيشة تروح معه ويأهل راحين للدار وتحكيه أمور الدين ويعطي لك أمور فائدة هو كي ما أنت وانت كي ما هو تخدامين على روحتيكم تروحوا في طريقكم قصارين وكذا وتقولوا أنا سمعتوا حد الإمام قال هكذا والأخر قال هكذا وكذا كذا قالوا حرام قلت أنا كذا ستنا نشوفه كان واحد شي خلي سمعته وكذا وتروحوا للدار أراكم تطلبوا في العلم في طريق أكم تستفادوا فالآن لما يكون هذا الإنسان في هذه الطريقة هذه طريقة طالب علم لما تكون أنت في حياتك اليومية تمشي في الزحمة برا حياتنا الآن أنا نجوزه اللخر فينا ويجوز ربع سوية طريق هو عايش في سيارة أنا عايشين في سيارة الآن الإنسان الآن الفاطن الآن ما بداش يبكي يقول أنا خلاص الزحمة كلاتنا ومنا وعيت هنا أغتاني منتا هنا أغتاني معطاك ربي الهاتف هنا أنا كامل الله يبارك ما فيه كسين وش يدير الإنسان يدير درس ويسمع درس شوف أنت وش حاب تسمع نفسك وش رأي تتوق قال أنا ولا لقلب قساء خلي يسمعوا شوية على الموت كذا عذب القبر كذا نسمع شوية خلي النفس هذه تحرك لأنك التاف هذه كل لحظة تطلب في العلم حضورك الحلقات كما هذه بين المغرب والعيشاء تطلب العلم ما عدناش عذر أمام الله والله ما عدنا عذر سيارات موجودة تنقل موجود الإنسان الحمد لله الصحة موجودة الهواتف موجودة كل شيء الآن موجود كل شيء موجود نحن نلحقه غير خمسطاشن سنة والعشرين سنة قبل هذا اليوم هذا وكانوا العشرين سنة الوراء نحب ونعرفه الشيوخ هذو ونم يديروا الدروس وش من المسجد والله ما عدنا معلومة ما كاش هذه الأجهزة كامل ما كاش نتعبه فقط باش نجيبه المعلومة هل الشيخ رح يدير لا ما حش يدير وفلان داد درس ما حش يدير درس مين نجيبه المعلومة مين نجيبه المعلومة نتعبه فقط باش نجيبه الماء هل كين درس في المكان الفلاني ولا لا لا خليك بعد ذلك من التعب في التنقل والتعب في أنك تحصل هذاك العلم وإحنا الآن اليوم كل شيء ميسر هذاك العلم لما تسمع وحدك فقط لما تسمع كلام أحيانا إمام ما وش يهضر عليك انت ومعلى بلوش بك انت شكون ورا يتكلم تتقول هذا يتكلم علي يا هذا علي يا أنا لماذا لأن نفسك وحالتك انت لك فيها هذيك راهي موجودة في كلامه وهذا هو علم العلم اللي ينفعك العلم الذي يكون اسقاطا عليك انت تقول هذا ويتكلم علي لابد علي الآن أن أصلح نفسي تبدأ ملتم ما تبدأ الإصلاح يبدأ من هذه اللحظات إذا عرف الإنسان قدره وقدر ربه وتعلم العلم أكيد أنه سيبدأ في عملية المهمة جدا وهي عملية المحاسبة مدام أنت الآن تقرأ وتتعلم وتجلس في حلقات العلم وتجلس في الدروس وتسمع تستفيد وتقول هذه الحالة مش مليحة هذي كذا هذي كذا هذا خطر هذي مننا شوف الآن كي سمعت انت كلام قبل قلناه الآن في الدرس هذا بل الإنسان كي يدمن على حاجة الخطر فيها أنه يموت بها وأن قلبه يقصو ويطمع عليه أنت الآن ذو كي تقولي تدمن على الحاجة عندك معلومة تقول أنا حضرت الدرس في يومنا الأيام وهذه الحالة وكان أبقى فيها شوف الماء التاعي ورها منين جبت لنا الماء التاعي؟ تعلمته من درس من أنت بدأ تحس بنافسك كي تكون عندك العلم إذن هنا يقولي الإنسان يدخل في محاسبة المحاسبة نتال الآن الحمد لله أراك تحضر في الحلقات وكتعرف الحلال والحرام تعرف كذا تقول أنا يا كم من الشيخ سمعت له وهذا المال هذا ريبة وهذا المعاملة ريبة مش حال ونايا أني نتعامل بها مش حال لازم نحبسها هذه وسمعت الشيخ يقول في المكان الفلاني أن الإنسان إذا وكل ولاده للحرام ما ينتظرش أن يكونوا صالحين بعد ذلك ما يستناش بش يكونوا صالحين لازم مننا وروح بدل المدخول انتاعي ومصدر المال تاعي لابد أن يصفى بمصفات الشرع حلالا وحرما إذا الإنسان يعرف تجارته ولا العمل تاعه ولا الوظيفة تاعه حتى لا يقع فيما حرم الله ويأكل ما حرم الله تبارك وتعالى هذه نوع من أنواع المحاسبة لما نسمع الإمام ويتكلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته يقف الأب والأم مفكرين في هذه الذرية اللي اعطاهنا الله تبارك وتعالى هذه الذرية ليست للمتعة ليست للعب فقط هذه الذرية ليست فقط متعنا ربي بالذرية وخلاص نوكلوا نكبروا وشربوا سلام إنما هي مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى والمسؤولية مش هي كما رم يهضروا الناس مسؤولية قرئي ولبس ودي وجيب وزيد كمل 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 وربي واصطر ودير الحجاب ونوضهم يصلوا وكمل كمل علىها تحب صغيرة ما علىها تقول له والله تشوف درالي هادو مسؤولية نوضهم صباح قريهم وكلهم شربهم بديهم يدير سبور يدير منا يدير ايه زيد كمل زيد كمل تشوف مسؤولية تعالصح علىها تحب صغير هنا هدي المسؤولية حد ساعة حيوانية نشترك ونحن والبهيمة فيها هاد المسؤولية الآن والبهيمة مسؤولة عن أبنائها توكلهم وتشربهم وتدويهم وتكبرهم نحن الآن بش نتميزوا عن البهيمة وش نديروا عدنا مسؤولية أخرى أن نربي أبنائنا على القيم والتربية أن نربي والبنت والولدها ذوك على الحياء في جلوسهم في طعامهم في أكلهم في شرابهم في لباسهم وفي تحفي فتاحهم نعلموا أبنائنا هذه الأشياء هذه وبكل مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى أن الله سيسألك يوم القيامة على أبنائك ماذا فعلت بهم قلوا قريتهم لا لا مش هديك وكلتهم ما شهادك واشدرت لهم نصحتهم فيهم بنتك يتخرج قلت لها الحجاب فيهم من الأيام قلت لها فيهم من الأيام تكلمت معها الأمر هذا ابنك راوز ما يوش يصلي ما يوش يصلي ولا كان يصلي ما يوش يصلي صلاة في وقتها هل هل الابنة دا حكمت وديت وأروح تروح الجامعة تصلي هل لك راجلك كبرت وضعت بشي المسجد ولا غيرك يكبر خلاص نعطوله حواج تقدر تسوق السيارة تقدر تفعل كذا كبرت لك راجل هيطرح معنا الجامعة مش نعرف بليك راجل بليك كبرت صح نستعرف بيك بلي راجل فالآن هنا نحن نشعر بالمسؤولية لما يسمع الإنسان الكلام هذا رح يطرح الأسئلة على نفسه ورح يجلس معنا في سواء يقول لابد علي الآن أنفض الغبار على نفسه وأجعل من نفسي الآن لنفسي الآن مقاما يسمى مقام المحاسبة هذا المقام النظر والمحاسبة مهم جدا لما الإنسان يمشي محاسبا لنفسه رح يسلك من حساب يوم القيامة ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا قبل أن يحاسبكم الله تبارك وتعالى فحري بنفس حاسبت نفسها في الدنيا أو أن يهون عليها الله الحساب يوم القيامة يعني الإنسان حاسب روحه ونقى روحه خلاص يوم القيامة حساب يسير ولذلك العلماء لما يشرحوا كلام الله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير يقول ما هي أسباب الحساب اليسير وهذه ما يعملنا ما تكلمنا فيها ما هي أسباب الحساب العسير وأسباب الحساب اليسير هذا أسباب الحساب اليسير كأن الناس ثلاث أنواع يوم القيامة الناس ثلاث أنواع كأن من لا يحاسب أبدا يدخلون الجنة بغير حساب نسأل الله أن نكون منهم وطمعنا في الله كبير والأمر الثاني كأن الناس يحاسبون حسابا يسيرا وكأن نوع من الناس يحاسبون حسابا عسيرا هذو النسل يحاسبون حسابا عسيرا من نوقش الحساب عذب هذو النوع الثلاثة هذو ما كان في المسلمين الكفار وراهم يتحاسبونش كفار جهنم مباشرة كفار جهنم يسوقهم الله تبارك وتعالى إلى نار جهنم لأن الكافر ما عندهش حسنات والميزان فيه حسنات وسيئات الكافر هذا كتف الزلجه يحشرون إلى نار جهنم يقول لهم الله تبارك وتعالى فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد وأما الإنسان الذي يحاسب حسابا يسيرا قال العلماء من أسباب الحساب اليسير هي المحاسبة في الدنيا لما تحاسب نفسك في الدنيا ماذا تفعل خذ وقتا لنفسك تأخذ وقت لنفسك واجلس مع نفسك حيالا في بيت الله جي تجلس وحدك في بيت الله في غير وقت صلاة وأنت تجلس بعد صلاة صبح ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء حيث لا تتكلم مع أحد أولق الهاتف وخذلك ساعة واجلس مع نفسك واطرح أسئلة وفتح ملفات أفتح القضية هذه وش راني دائر مع الناس الغيبة النميمة اشحامل إنسان راني هاجروا هاجرني نموت وانا شحامل إنسان ربما ما نشي تكلمنا وياه بلك أعمالي رايحابسة ما يستطع تطلع شوف الحسابات هدي يزب شوفوها هدي أكامل ماش تسألوا فوسنا بلك أعمالنا هدي رايحابسة أكت جي تصلي بلك يا حابسة كونك أنت أراك مع الناس متنافر فالمحاسبة هي من أعظم طرق التزكي يا شيخ لك الوقت الله يبرك من شاء الوقت تقيل لأنه عندي حلقة واحد أخرى لازم قبل أذن خمس دقائق أفروا أهرب نهربوا خرجوا حراجة من الباب هذاك إن شاء الله إذن المحاسبة هذه هي عبارة عن شي نستفاد منه حاجة مهمة جدا وش هي أننا الحساب يوم القيامة يتهون علينا يهون علينا ربي الحساب لأنه لا خلاصة كفريها في الدنيا فريتا حسبتنا ريحت تقول لنا ريحت في الجامعة وليك الحاجة من لك النهار السلام عليكم خلاص حبستها وريحت مع روحي أخرج أحيانا أنا أقول لهم سافر والله مليح قال النبي عليه الصلاة والسلام سافروا تصحوا عليه الصلاة والسلام قال هكذا ما قالش سموا تصحوا ما كاش منها ما قالش حديث ضعيف فسح قال قال سافروا تصحوا حديث مخرج في السلسلة صحيحة يعني أحيانا من صحة السفر استفاد الإنسان أنك السفر هي عبارة عن إنسان راو يشوف روحهم البعيد شو لتباعد أنت ركفت زين هنا في العاصمة عايش فست لحومة ونتدي وتجيب ورح تدخل في واحد لونغوريوناش كما نقوله إحنا ودخل في واحد الروتين يخليك تعيش ما تفيقش الروحك كيف الشبت وكيف استعميت وكيف يستطحق واجبك ما تفيقش الروحك رايح جاي ومنا دي هذا جيب هذي تبدأ تشوف روحك من بعيد أولادك وزوجتك ودريتك ووالديك كذا والخدمة التاعك كذا تحو تشوفهم كامل من بعيد وتقدر تأطي يحدى النظرة هكذا من نفسك تقدر كيفاش يقوله إحنا كما يقوله إحنا نظرة عن بعد تشوفها من بعد هكذا وشوف حالتك قول إيه يعني خاربها ما لا علاش تشوف روحك من بعيد أما إحنا رأينا عايشي للداخل مستنقع من الحياة مملوء بالملهيات مملوء بالغرور فشيء يعني يأخذنا إلى غفلة عظيمة سألها السلامة والعافية ولذلك المحاسبة تعين الإنسان على أنه يهون عنك الله تبارك وتعالى يوم القيام الحساب والأمر الثاني هي الطريق الأول لإصلاح النفس ما كاش واحد يتوب بلا ما يسأل نفسه ما كاش واحد إنسان يسقم روحه ويسقم حياته بلا ما يسأل إطرس إلى نفسه كيف اشتأت من أين خرجت القرارات ننجت القرارات الحميدة كل إنسان نرانا فينا شوف كل إنسان ناجح عباك شمعانتها ناجح مش مغني ولا مؤثر ولا هذي كنا الناجح هذا كمش تعنا الناجح تعربي نتكلم عليه إنسان ناجح نفع ربي به البلاد والعباد إنسان ناجح إنسان كيف شر عني الناس إنسان ناجح قدر يخلي بصمة في حياته لأمة الإسلام إنسان ناجح هو عبارة عن عمود من أعمدة الدين يعني راه الدين قايم عليها إنسان قايم عليها إنسان ناجح ربما يدير جمعية يساهم في تسيير مسجد يساهم في تسيير جمعية خيرية يتكفل بيتامة يتكفل بمرضى يتكفل بأرامل مطلقات يعني إنسان عنده خدمة عنده خدمة في حياته دار حاجة هكذا ما شاء الله يلقاها عند الله عز وجل هذا هو الناجح وإما قد أفلح المؤمنون أما واحد دار دراهم ونجح خدم طريق دمنا وإصلاح ودأوا هزقولوا وهدوك ودأوا همنا ودأوا همنا وسينيا معا هدوك كذا مندخل نجح هذا نجح نسبي نجحت على الدنيا هذا خاطئنا مش تكلمو عليه أنا نتكلمو عن نجح الحقيقي الذي تأتي يوم القيامة ووجهك مبيض منور عند الله تبارك وتعالى فرحان بروحك هذا هو النجح كل واحد نجح في الحياة كان بسبب قرار حاسم عنده قرار تاخذ قرار ومشاه وآمن بفكرته آمن عنده إيمان بل أنا طريق هذه ما يشي فيها ما شاء الله تنفعني أنا بهذه الطريقة هذه يربي يرضى عني وخلاص يتاخذ القرار نكون نروحوا له نهار تاخذ القرار نشوفه معه ونعودوا الرجع الشريط قبل القرار نلقاوه حاسب روحه نلقاوه أطرح أسئلة على نفسه وقال أنا وين وانا وراني رايح وانا وش هل ندير في الحياة وش لازم ندير وش الحاجة لي تسلكني وش الحاجة لي تنجحني سأل أسئلة هذي كل الأسئلة وش دارت له خلاته بعد ذلك يخرج بالنهاية بقرار وشن هو القرار قال حبس هذا نش ندور معه هذا يا هذا حبس هدو ناس مستوى هابط هدو ناس شياطين إنس هدو ناس حدون الهاوية هدو ناس يضعفوا للإيمان ندور معه فلان وفلان وفلان هدوك ناس ما شاء الله هذا قرار الأول قرار الثاني طريق هذيك لك ترح لي هكذا المجالس هذيك حبس هدو القرارات مين خرجت خرجت من تفكير خرجت من محاسبة ولذلك محاسبة النفس بعد العلم وأخذ المعلومة من مصادرها يقول لإنسان ماذا يقول لإنسان محاسبا لنفسه قائما عليها عنده واعط هذا هو ما يسمى بالمحاسبة محاسبة النفس الحاجة الثانية الثالثة وشن هي ابن القيم ورحمه الله يقول إنسان لابد له من ساعة ساعة يخلو بها مع نفسه ولذلك وش يقول العلماء يقول رب سبحانه وتعالى جعلنا في عباداتنا مجالا لمحاسبة النفس في أفضل الأوقات وهو قيم الليل لحبي حقيقة يتذوق الخلوة مع الله محاسبة النفس فليقم بالليل يركع ركعات خاشعة وسجود طويل وركوع طويل وقيام طويل ويذكر الله تبارك وتعالى ذكرا خاشعا بينه بين الله سيجعل له الله تبارك وتعالى ما يندفع به إلى محاسبة نفسه والنظر فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى الشيء الآخر هو أن الإنسان الذي يحاسب نفسه بعدما تعلمه ينطلق إلى مرحلة ثالثة وهذه المرحلة ما نسميها نحن الآن بمرحلة التربية الوازع الديني يقولي الإنسان الان لازم لي نربي حاجة أنا باش نتحول من حالة إلى حالة باش نولي ما كنت ندير أشياء وذلك حسبت روحي وتأخذت القرن ذلك ه Redmi الأشياء يقولي ما أن ندينها وISS الوازع الديني الوازع الديني هو الضامير كين ضامير إنساني وكين ضامير ديني الضامير ديني لهو الوازع هو قال النبي عليه الصلاة والسلام هو وَاعِظُ الله في قلب المؤمن وَاعِظُ الله في قلب المؤمن وكأنه ربي دار لك أسس من داخلك من داخل هذا الوازع الديني هذا رح يجينا من أشياء كثير من بينها العلم وأعظم علم يغرس فيك الوازع الديني هو مراقبة الله أن تتعرف على الله شوف ربي سامع عليم ألم يعلم بأن الله يرى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردن فتاكم في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله يعني والله عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنت كتقرأ الأشياء هذه راح تشوف نفسك بأنك رب راه يرقبك من كل مكان وفي كل لحظة وما عندكش ما تقدرش كما قال أحد السلف قال إذا كنت تستطيع أن تتخفى عن الله فعصيه تحب تعصي ربي إلا قدر تتخبى على ربي عزوجل آه يروح جوز لك عصي ربي دير وش حبيتي بس حتى تقدر تخبى على ربي ألم يعلم بأن الله يرى يعني ربي سبحانه وتعالى قال عليم بذات الصدور يعلم ما تسرون وما تعلنون يعني إذن يعلموا السر وأخفى السر وأخفى من السر كما يقولون إذن دير في بالك باللي أنت وش تختفي من الله مادم إحنا ما نقدرش نختفيه من الله عزوجل راح نلقى وروحنا باللي ما نقدرش نعصيه ومادم هكذا راح يولي عندنا خوف من الله أنه رقيب سميع عليم يعني شوفوا الآن هذي كم من كلمات خبير هذي كلها كلمات تدل على ماذا على الطلاع ربنا علينا أنه مطالع على أعمالنا وسرائرنا ما نقدرون خبوله كل شيء داخل داخل وشك تفكر الله يعلم به إذن هذا هي المراقبة كي نبدأ من هذه يبدأ يتربى الوازع الديني الوازع الديني يتربى كذلك من الإيمان باليوم الآخر كي تعرف أنت ربيه راح يحاسبك توليت تخمم تحاسب رحك قبل من يجي الوازع الديني يقولي عندك إيمان تخاف تقول لك أنا ربيح يسألني يسألني شوف بنه دقيق العيد كان يعيش في وقت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان في قضاء اتهمه أحد الناس قاضية قالوا قالوا لقد كذبت يا إمام قالوا أنا أكذب شوفوا ش قالوا هذا رجل الشيخ هذا الإمام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هو من من أكثر الناس وعظا ويقولون من أتقى خلق الله عز وجل يعني رجل عجيب في عبادته وعلمه وإيمانه قالوا أنا أكذب قالوا فوالله منذ أربعين سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا عند الله لما قلتها وفيما قلتها عليش قلتها تخيل احنا شحال من كلمة في المجلس نقولوها وأحيانا تكلموا في المجلس أو يهدر واحد نقطعوها باش نبان أنا خير منهم باش ماشي هذيك هي المعلومة شحال من كلمة نقولوها ونقولو كلمات ربما هذيك الكلمات تغضب ربي ونقولو كلمات باش نعظم أنفسنا ونكبروا بروحتنا ونظهروا أننا أبطال ونحن نكذب على الناس نقولو كلمات ونحن نطعنوا في أعراض الناس نهتكوا ستر الناس نجيبوا بنات الناس نتكلموا عليهم في مجالس الرجال نسأت عن نفس نتكلموا عليهم في مجالس الرجال هذه الكلمات هذه هي عبارة عن كلمات خرجت ومحسب شرحوا الإنسان فيها كان محسبة آنية كما يقول وذي جايتنا محسبة آنية وهي تحسب روحك عساس معارك في كل لحظة مش يسألنا شهر وبعدها رح نقعد وحدين حسب روحي لا لا كان محسبة في الحين في الحين لأنه لا فاتت راحت علاش رح نقول الكلمة هذه رح نتكلم علاش نقولها علاها ولماذا قلتها لماذا لله ولا لمن لمن قلتها علاش رح نتكلم علاها تكلم بش يقوله الناس فاصيح أن يتكلم بش نثبت وجودي عند الناس أن يتكلم بش نحطم فلان كيه الناس أقدر يتكلم بش يحطه كراشي كما يقولوا احنا يحطم فلان لا لا على يتكلمت يسألك الله عليها يوم القيامة يسألك في كل كلمة قلتها شفت الناس اليوم قاعد يقعد في الدار ويشوف اي واحد او يتكلم يدخل يدير تعليق يدير في بارك بالي ذكي تعليق مشاه وراح وقرأوه الناس وسيخرج قال الله تبارك وتعالى ستكتبوا شهاداتهم ويسألوا سيسألك الله يوم القيامة تخيل كل واحد فينا يعيش هكذا يعيش بهذه الطريقة ويقول نفسه باللي أنت ملك لله تبارك وتعالى وسيحاسبك الله عز وجل يقول لي كل ما يجي يشوف حاجة حرام يهدر حاجة حرام يحاسبها يقول لي الإنسان حقيقة يمشي في طريق الجنة هذه محاسبة أنية تبني إنسان عنده وازع ديني هذاك الوازع الديني هو واعظ الله الذي يسوق بالإنسان نحو الخير من هنا يبدأ الإنسان في تزكية نفسه تزكية حقيقية يبدأ يدخل فيه مصار الذي نقول عليه المصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قد أفلح من زكاها يعني بمعنى ستكون نتيجة ما هي أن يكون الإنسان مفلحا هذا نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تبارك وتعالى ويكون لنا إن شاء الله لقاء آخر إن شاء الله بعد أيام إن شاء الله سنبرمج إن شاء الله عز وجل نديروا لقاء آخر حتى نكمل هذا الموضوع المهم في حياتنا وهو موضوع تزكية النفس يعني كيف نزكيها وكيف نصل إلى درجة الفلاح الذي نرجو الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من المفلحين والله أعلم والحمد لله رب العالمين